وهكذا بدأ سينديباد ورفاقه رحلة جديدة نحو البحار الجنوبية بحثا عن جبل من الجليل علي بابا بغداد أصبحت عند الهطبة الثانية من هذه الثلة بغداد أنا لم أعد أذكر منها شيئا انتظر حتى ترى دجلة والفرات فتعود إليك بكرياتك الحلوة بالله عليكم أليست جميلة؟ لا أحد أبدا ينسى وطنه مهما كان ذكرياته مرة فكل منا يحمل وطنه على كتفيه أينما يذهب أحيانا يكون هذا الحمل ثقيلا جدا ولكن كلما تعود إلى الوطن تضحك لك منازله هذه سنة الحياة سبحانه وتعالى كلامك صحيح أيها العجوز ما هذا؟ لا ماء في دجلة والفرات؟ اه؟ اه؟ ماذا؟ ماذا؟ ارى هنا؟ بسم الله بسم الله معه؟ أرجوك أسخيدي معا أرجوك أرجوك سندبات ماذا أصاب هؤلاء الرجال هل أنت بخير يا عم علاء الدين حالة العم علاء الدين ليست خطرة أظن ذلك بخير والحمد لله لكن شيئا غريبا يحدثها هنا سندبات 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 حسن سندبات أهلا بك أهلا بك ما كنت أظن سنلتقي من جديد حسن ماذا يحصل هنا حسن حسن شكرا لك خذ واشرب اشرب اشرب حسن أين يذهب هؤلاء جميعا مصيبة كبرى حلت ببغداد ماذا مصيبة حلت ببغداد جفت فيها المياه مصيبة حلت ببغداد مصيبة حلت ببغداد مصيبة حلت ببغداد مصيبة حلت ببغداد اعطني الماء! هذا المأولي! قلت لك العاطنية! اعطني الماء! هذا المأولي! أيها الولد الواقع! ربط لي الماء! اعطني! اعطني! قلت لك العاطنية! اعطني! وهكذا وجب علينا مغترة بغداد! لا يمكن ان نبقى بدون ماء! عدنا اليها بعد سفر طويل! ما عسانا نفعل الان! حك دماغك على الدين! لا نقدر على شيء علينا ان نصلي وننتظر هطول الامطار! صحيح! يجب ان نصلي جميعا! نعم! يجب ان نثق دائما بالارادة الالهية! اتذكر! قلت لنا ان الوطن سيفتح لنا ذراعي! انتظر لحظة! تذكرت قصة بلد كان على شفير الموت بعد ان اصابه الجفاف! وقيل لي ان الاهلين جالبوا الى مقروبة من الشاطئ جبلا من الجليد! فتلبدت السماء بالغيوم وهطل المطر! ها? جبل من الجليد؟ اذا استطعنا ان نجر مثل هذا الجبل على مقربة من بغداد فقد تغطر الامطار وتنجو المدينة! قل لي يا سندباد! اتساعدني على جر الجبل الى هنا؟ كلام سخيف! جبال الجليد موجودة في البحار الجنوبية الباردة! حتى لو وصلنا الى هناك! فكيف نجر جبلا كبيرا من الجليد؟ بواسطة السفن! أليس كذلك؟ فكرة! ياسمينة! بيري سريعا وحاولي ان تجد اميرة الحوريات وحدها تستطيع ان تؤمن لنا حوتا كبيرا! والحوت هل يمكنها ان يجر جبل الميجاليد؟ لا اظن ذلك! ثم انا لا اعرف اين الحوريات! انت عصفورة! ويمكنك ان تسأل طيور النورة عن مكانها! اليس كذلك؟ انا عصفورة! هذه قلة احترام المه! ايه! وما زنبي انا ان كنت عصفورة! اهه! ياسمينة! ارجوك لا وقت للزعال! يا الهي! لا ادري ماذا افعل! المياه كثيرة في البحر! لماذا لا يشربون منها؟ اهه! اسمعي يا النورة! أريدك أن ترشدنا إلى مكان عميرة الحريات إذا كنت تعرف أرجوك يا نورس ترى هل سمعت ياسمين كلامي؟ سندباد أنت لم تنم أبدا أخشى أنك نتكلنا على ياسمين أكثر من اللازم لا تتعب نفسك قصة جبل الجليد ليست سوى حلم نحلم به فليس هناك ما يدع حرية البحر صدقني دعك من التفكير بكل هذا يا سندباد بل سأفكر لأنهم سيهبون لنجاتنا بدون شك سندباد أنا قطعت الأمل نهائيا من العودة إلى بغداد دعنا نعد لرحلة جديدة حسن اسمعي سندباد لا نستطيع أن نعمل شيئا انظر موجة كبيرة تتقدم نحونا هيا نهرب من هنا أيها العجوز اصحى اصحى وأنت يا حسن اصحى اصحى حسن اصحى من نومك يا حسن فيها الوقت الحوت الحوت أين هو الحوت الحوت انظر يا حسن ما أضخم هذا الحوت يا سينة سينة وهذه أميرة الحريات لقد نجحنا سينة باد لقد نجح شكرا يا يا سينة يحمل وجار بلاح لم أرى في حياتي طويلة مثل هذا الحوت الكبير ستي باد سأرشدكم إلى الطريق شكرا هيا هيا بنا الله معكم اشلبوا لنا سبلاً كبيراً من الجليد إن شاء الله يا حسن إن شاء الله ترجمة نانسي قبل 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 ولكن يصر على متابعة طريقي عجيب عندما يصل الحوت إلى المحيط يبقى لنا جبل الجليد كله صحيح يبدو لي أن جبل الثلج لنذوب قبل أن نجره إلى بغداد يخيل إلي أحيانا أنه أكبر من لا عليك أميرة الحوريات ستقنع الحوت بأن يجره لنا حتى بغداد هيا نكلمها لكن الحوت لا يستطيع وحده أن يجر هذا الجبل الكبير لننتظر حتى يذوب الثلج قليلا ثم إن الظلام بدأ ينزل ولكننا تأخرنا ويجب أن نعود فورا إلى بلدنا طبعا أنا أقدر شعوركم لكن يجب أن لا نضيع الوقت هل لديك حل يا أميرة الحوريات رأيي أن تنتظر هنا الليلة وفي الصباح قد يأتي الفرج إن شاء الله أنا لا أريد أن أمضي الليلة هنا وهل لدينا خيار آخر يجب أن نثق بكلام الحورية ولكني أموت من البرد كيف أبقى هنا طول الليلة أنا متأكد أن أميرة الحوريات سوف تساعدنا تصبر قليلا ومن قال لك إنها ستعود هذا يتعلق بمشيئة الله إن شاء الله تعود إن شاء الله ما فعلنا فإننا لن نقدر أن نؤمن الماء لكل الناس سيندي بات سيندي بات أميرة الحوريات أردت يا أميرة الحوريات نعم وكل شيء على ما يرام طلبت من أصدقاء الحيتان أن يساعدوني إنهم يدفعون بجبل الجليد إلى الأمان لقد بدأوا عملهم إن الحيتان تتساعد على تكسير الجبل الجبير لقد ساعدتنا الحورية كما توقعت إنهم ينتظرون هيا أسرع استمر أيها الحوض الكبير ها مال هنالك أنا عارفين ها مال لا تشربوا الماء لا تشربوا من البحر أصبروا قليلا مال إن شاء الله ستمفر السماء كم أتمنى أن يعودوا الآن لا تشربوا من البحر أحسنت 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 حالا إلى بغداد شكرا يا أصدقاء الحيتان إننا نلحق الشمس دائما إلى أين سنصل أنا أعرف هذه السفينة إنها تأتي دائما من الغرب محملة بالبضاء يا إلهي نحن نتوجه نحو الشرق منذ أسبوع ها يجب أن نتوجه شمالا بسرعة قبل أن يذوب الجليد يا سمينة أرجوك دعي الحرية تأمر الحوت أن يتوجه نحو الشمال حاضر تأفعك أرجوك دعي الحرية ما هذا جبل الجليد لقد عاد السندبان انظروا انظروا البخار يتحول إلى غيوم في السماء وبعد قليل سوف تهطل الأمطار جديد 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 لقد عزتروا نحن في السماء سندبان هذا حسن حسن الحمد لله حد لنا سالما حد سالما الفضل للحوت الكبير وللذين ساعدونا وأميرة الحريات كانت لنا أفضل عون الواقع لولا الحوت الكبير لما كان حصل كله ذلك المطر المطر ايها الحوت العزيز كلهم يقدمون لك الشب ايها الحوت العزيز انتهت أزمة الناء ولكن خطرا جديدا يهدد المدينة الكبيرة